أعرفت مدينة قصر السيف صباح اليوم حالة احتقان شديد على خلفية تقدم أشغال بناء محاول كهربائي غير مرخص له في المنطقة الخضراء الكهنة بنهج أحمد الكليل الشيء الذي خلّى الأمور تتطور وتصل إلى حد تهديد أحد المواطنين بحرق نفسه قبل أن تتعاقد المسألة مع تجمع المواطنين وحضور الأمن عبدالله صغير رئيس جمعية سيانت مدينة قصر السيف صلقتها يعطينا أكثر تفصيل على حيثية هذا الملف والأسباب اللي خلّتنا نصل لهذا التطور أحنا الموضوع هذا الشيء كذا هو موضوع إلا إقامة محاول كهربائي بالحديقة أحمد التليلي أحنا ما كانش في بالنا بها لكن تمد شر المواطنين المتساكنين متاع الحي تفاجئوا بمقاول قايم بالبني مشاهد صور متاع الجردة وعمل بتاع يعمل في بش يبني محاول على ثلاثين متر مربع أحنا كلمونا أحنا كجمعية وطلبوا منا بش ندخلوا وقتها أحنا كجمعية بدينا ندخلوا وبدينا نكتبوا صار إذن على عريضة باش خدنا الوثائق الوثائق اللي مقدمة اللي مش مقدمها اللي هي موجودة بحوزتنا لهازيناها لحد شيء احنا خدناها بإذن على عريضة من عند السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالمهدية اللي اتضح لنا برش حويش لولا الأرض هذيكة اللي هي متاع الجردة أرض تيتري مسجلة عدد السجل الأم معناها الأم عدد ثلاثمائة وخمس سبعين فيه ثلاثة وثلاثين مقسم بما فيهم الجردة عدد ثلاثة وثلاثين ولذا نشينا معناها حسب الوثائق اللي هي بحوزتكم دونك والات هي أرض مسجلة وما زالت حتى في التحيين خذينا تحيين أخير من الثلاثة وثلاثين فما تقريب يجي عشرة والثناث مشاوا سجلوا خرجوا بمتيت ربار والات كان تقريب يجي خمسة وعشرين اللي هما مزالوا ليجا الماء على ملك السنية ثم اللي هم عندهم عقود وهم اللي هم ينجموا يسجلوا في أي وقت بش نفهموا الوضعية ولذا الجرد هذي كما يشملك البلدية وإذا كان الملك البلدية راي مش هتحيينتها وراي عملتها بتيتر خاص بها هذه النقطة الأولى ولذا من ذات السنية وهي وقت لعملتها السنية عملتها متنفس للأهالي هذي كما من عام 68 هذه النقطة معناها العقرية ما راعنا إلا سيد أخذنا الوثائق كيف نلقاه؟ نلقاه إلا أودوبيل دي سات 2017 بطلب مستاك صفار شنو لا صار مقبل يطلب بالتخصيص قدرة أرض وبناء محول كهربائي وتركيزه معناها يحط فيه الماتريال الكل الضغط العالي بش يوزع البعيد وافقت النيابة الخصية كماش وافقت النيابة الخصية؟ عملت زلسة استثنائية هالزلسة استثنائية عملتها عام 2017 وأنا عندكم منها نسخة لكن ما راعنا هالمداولة هذية غير قانونية لأني وقتها فما قانون 75 مش قانون بتاع الجماعات المحلية في جلسة استثنائية يتطبق عليها قانون المجالس العادية يستدعي المواطنيين ويعلامهم ويقع إعلام المواطنيين باش يحضروا مالوروزما ما حضروا حتى حد واجتمعوا خمسة من الناس في بيرو وقروا باش يسندوا هالقدرة الأرض بثلاثة البيترو اللي هي في الحديقة منطقة خضرة اللي على ما جاء يشملكهم يسندها للستاك على أساس سوبر تاكس مصلحة عامة وكذا مصلحة عامة بربي ما اللي دوا واضحين المصلحة عامة استاج ماش مصلحة عامة استاج وقت لواحد ما يخلصش الضو قص عليه مصلحة عامة شركة مش شركات تخدم على روحها ربي عوناها تابعة الدولة عندها منوبول مصلحة عامة مصلحة عامة اشكال وين الكبير اللي هالتخصيص هدا ما قالوش تفويت فما تلعب على الأحرف يقول لك تخصيص قطعة أرض للأشغال الوقتي بالدينار الرمزي وليمدة غير محددة ما لها تفويت التفويت باش يخزوا من كلمة تفويت اللي هي عندها قانون خاص فيها الأملاك الخاص والأملاك الدولة والإذا فما تلعب على الألفاظ وهناي تظهر كان احنا عملنا قضية في المحلكة الجمعية على الموضوع هذا عن السيد وكيل الجمهورية منزلت اتعداد للسرطة العدلية شوفه تفساد الموضوع هذا كان هو شوف وموضوع قضية با منزلنا مبحثناش لكن منشاهد للسرطة العدلية السيد المقاول اللي هو مقاول هو قايم بالبني ما نعرفوش ما نعرفوش عليه السيد عندوش رخصة ما عندوش رخصة كيفاش ما عندوش رخصة ما الرخصة هي كالمراسل اللي صارت في سيد رئيس النياب الخصية اللي هو وقتها السيد المعتمد ما دا كان هي رخصة قانونه برا ابني لكن هنا بالقانون استاك يلزمها تطلب ترخيص يتعد على اللجنة الجهوية لإسناد رخص البناء اللي هي موجودة في الإدارة الجهوية للتجهيز لو كان قدمه مطلب استاك كان يرفضو له خطر من الجموش يعطيهم رخصة بناء في أرض اللي هي خضرة وتيتري ومش على ملك البلدية معناها غضو ملل البلدية خطر هي بلدية جي تبني في رزق أي شخص قال شنو قال هي بلدية وصلتها محلية وشنو وشنو ولي دا القانون التونسي والحمد لله يتطبق على الناس كل السيد المقاول اللي هو مش مقاول نقول خطر رب ما مدلنا حتى ورقه احنا ما يمدلناش لكن طلبنا من الشرطة مركز الشرطة باش يعطي قالوا نبهة هم عيتولهم ما عيتولهمش بعد عشر ايام ولا ثمانة ايام مش هو وقفوا العباد وقالوا له برخت وعملنا قضية جزائية ما بين المقاول وال وال والبلدية الى يومنا هذا احنا عطينا لابحاث السيد اللي هو معانا من المتساكنين السيد رمزي المجري جاء حتى من فرنسا ومشينا بكل اضوح ومشينا حبينا نقوبه بامور قانونية ما له رزمان الشرطة متجودش معنا كشبه بارك الله في يوم احترمونا لكن البارح معناها صارت مشكلة جات الشرطة فكت لهم وثائق نطاعهم بطاقة التعريف وقالوا للمقاول بر ابني وقالوا هم قالونا بر شوية عملوا شكاية لسيد وكيل الجمهورية طعموا نوقفوهم حتى يتم البحث ولا حتى يتم البت في البت في القضايا المطروح ما رأنا الا السيد ما عندوش رخصة كلمت حتى التجهيز الادارة الجاهوية للتجهيز قلنا لهم يا نظرى البساحات الا اقل من 80 متر يا نظرى يتطلب رخصة ولا ما يتطلبش رخصة قالك لا يتطلب رخصة الفرق ما بين اقل من 80 متر مربع واكثر من 80 هو اقل من 80 مش لازم تتعدى على ارشي تاكت والغادي من 80 يزم ارشي تاكت تدوسي يزم يتعدى مع البلدية عن طريق ارشي تاكت استاك ما عملت حد شي ثبتنا ما نرقاوش يفهمها رخصة مقدمة من استاك سواء حتى على ورقة ولا على بلان كي يجي ما عملت حد شي ولذا اليوم استاك مخالفة تبني ما غير رخصة واللو مو على البلدية شبه موقفتهاش وعيطنا امسا سيدة عملنا قاعدة مع سيد المعتمد باش وعيط الشرطة البلدية باش يقولوا شنو الموضوع قلوا مسحة عامة ومش لازم رخصة وكلام ما هو شي ما هو شي صحية ولذا انا نقول لكم ملا هي هوا بالقانون اخي احنا نتبقوا كل القانون بلاد القانون استاك ازا ما تجيب رخصة واذا كانت نجم تاخه رخصة من وزارة التجهيز برحبا حتى لين تترض احنا نطلبه باش توقف الأشغال وطلبنا باش توقف الأشغال ريثما يقع البت في القضايا اللي هي فما أربع قضايا مطروحة لدى المحكمة اليدارية وزوف قضايا جزائية لكن القضايا اللي في المحكمة اليدارية اللي استعجل يقع قال تحبي الأشهر والراجل يخدم نهار جمعة ويخدم لين باش يحطنا أمام الأمر المقص ويحبيتوا وقتلوا حنة والناس الكل كية والسرطة مشاش معانا والسرطة البلدية مشاش معانا على الأقل ما فيهمه ناش أنا كرئيس جمعية وخايف من الهياجان منتع المواطنين لأننا نوقف فيهم طوال عشر يام وقلهم اريدوا اريدوا رأي البلد هذه بلد قانون لكن على مرد الله البره عملت فاكس إلى السيد رئيس المنطقة منتع الشرطة البلدية بشيفته هو السلطة التنفيذية ويهمهم دي يضعب العام أنا خايف العبادة تولي تقلي وتعرض وتعمل ويساعدناش ويساعدناش وقل يلقاه روح حتى حد ما يسمحهم ينجموا يتصرفوا تصرفات غير عادية اكتبت لسيدة رئيس المنطقة باش نقابلوا باش نهزوا الوثائق ونعلموا لكن إلى يومنا هذا ما راجعليش اكتبنا للسيد الوالي باش نعلموه بسيفته هو مكلف بالأمن العام لتوهم ما جاوبوناش بلكش ظروفهم الله أعلم لكن الوقت الحاضر معانا حتى رد والسيد المنكلف بالبني أبرمان مقاول تحت مقاول ها والموضوع مش واضح وقت لجوه بمد في ورقة اللي هي مراسلة معناها الورقة اللي بدفعها هي مراسلة ما بين نيابة الخصوصية وستاك يذكر أن عددا من فعاليات المجتمع المدني اقترحت عن المجلس البلدي بقصور الساف تخصيص مساحة أخرى غير بعيدة عن المنطقة الخضراء كخيار بديل في محاولة لإنهاء الجدل فهل ستستجيب البلدية وستاك لهذه النداءات ويحكمان منطقة العقل تجنبا للتصعيد ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا